والولايات المتحدة تدرك جيداً بأن هناك مطالب كبيرة من قبل عدد كبير من السياسيين في العراق في بغداد بإخراج القوات الأمريكية إذن تجد الولايات المتحدة نفسها بأنه في حال طلب منها واليوم يوجد اجتماعات بين الفريقين حول مسألة إخراج القوات الأمريكية فيما إذا طلب من الولايات المتحدة إخراج القوات الأمريكية فسوف يكون لها منطقة نفوذ في إقليم كردستان لأن الولايات المتحدة موجودة في المنطقة في سوريا والعراق لمحاربة داعش ممكن محاربة داعش من إقليم